تحية طيبة من عاصمة القرار زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى السعودية تعيد الحرارة إلى الشراكة بين واشنطن والرياض وتظهر الفروقات بشأن حقوق الإنسان والبرنامج النووي السعودي وتوسع الأمال حيال التطبيع بين المملكة وإسرائيل إن الولايات المتحدة موجودة في هذه المنطقة لتبقى وما زلنا نسثمر بعمق في الشراكة معكم جميعا لبناء مستقبل أكثر إشراقا للشرق الأوسط اختلاف في الكونغرس حول مقاربة العلاقة مع السعودية وأسف جمهوري على سياسة البيت الأبيض تجاه الرياض السناتر الجمهوري جيم ريش على مدى ثمانين عاما كانت المملكة العربية السعودية شريكا مهما في تعزيز الأمن والمصالح الاقتصادية المشتركة لقد تأخر كثيرا تعاون إدارة بايدن مع المملكة تركيز في الصحافة على أهمية تحسين العلاقات بين واشنطن والرياض وضرورة تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل توماس فريدمان في نيويورك تايمز يقول الكاتب إنها لحظة الولايات المتحدة لكي تعمل على تحقيق السلام بين السعودية وإسرائيل لأن الدولتين تريدان بعضهما الآن وواشنطن تريدهما معا ومواقف مختلفة للخبراء الأمريكيين حيال العلاقة مع المملكة ونقاط الالتقاء والاختلاف بين واشنطن والرياض كينيث روث مدير تنفيذي سابق لهيومن رايتس وواتش بحسب ما ورد فقد أثار بلينكين قضايا حقوق الإنسان مع ولي العهد السعودي على مستوى واسع وكذلك فيما يتعلق بحالات محددة كما تقول الولايات المتحدة هذا جيد لكن الشعب السعودي استحق معرفة التفاصيل الاستدعاء الفارغ لحقوق الإنسان لا يكفي عاصمة القرار يأخذكم إلى مراكز صناعة القرار في واشنطن لرسم الصورة الكاملة لكم ضيفا حلقة اليوم ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق وكبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى وجورجو كافيرو رئيس مجموعة دراسة الخليج في واشنطن أهلا بكم مشاهدين وأهلا بكم ديفيد وجورجو قواعد المناظرة 45 ثانية لكل ضيف للإجابة على السؤال و25 ثانية كحق للرد كنا قد طرحنا على صفحتين الحرة وعاصمة القرار على فيسبوك وتويتر السؤال التالي هل تساهم زيارة بلينكين إلى السعودية في تسوية الخلافات بين واشنطن والرياض؟ ولماذا؟ صوتوا وعلقوا على صفحات البرنامج على فيسبوك وتويتر وسنعرض النتائج والتعليقات خلال هذه الحلقة أبدأ معك ديفيد كيف تنظر إلى العلاقات الأمريكية السعودية على ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير بلينكين إلى المملكة ولقائه وليل عهد وبعد زيارة أيضا مستشار الأمن القومي بسعادة أن أكون معك مرة أخرى ميشيل أعتقد أن الزيارة كانت حسنة وزير الخارجية قابلة مع أولي العهد ووزير الخارجية فرحان وتحدثوا عن القضايا المهمة وكان هناك مؤتمر صحفي جيد ولكن هذا لا ينفي أو يخفف من المشاكل الموجودة في العمين الماضيين الحكومة الأمريكية وإدارة بايدن عن عمد قوضت العلاقات مع المملكة العربية السعودية وجعلتها مشخصنة وهاجمة محمد بن سلمان وللعهد والملك المستقبلي ثم قالوا أنهم سيراجعوا للعلاقات الثنائية أعتقد أن كان ذلك مفاجأة كبيرة للمملكة وبناء على التسريبات التي ظهرت فيما بعد أن السعوديين أخذوا هذا الأمر بشكل شخصي وسيردوا بالمثل في النهاية أعتقد أن العلاقات ستكون في حالة أفضل ولكن الآن العلاقات ليست جيدة على وجه الخصوص ربما هذه الزيارة عادتها في الاتجاه الصحيح بشكل محدود جورجو كيف ترى العلاقات على ضوء الزيارة الأخيرة للوزير بلينكين وبعد زيارة أيضا جيك ساليفان للمملكة أعتقد أنه من الجيد بالنسبة لبلينكين أن يذهب إلى هناك للانخراط مع قيادة السعودية السعوديين فقدوا الثقة في الولايات المتحدة كضامنة للأمن وهذه ليست ناجمة عن قرار إدارة بايدن وإنما هي سياسات وأفعال وعدم القيام بأفعال من جانب الإدارة السابقة السعودية تعيش في عالم متعدد الأقطاب وتعتمد على الولايات المتحدة أقل من السابق والسعوديون يؤكدون على استقلالهم من واشنطن بينما أساسيات هذه الشراكة لا تزال موجودة ولكن هناك توتر بين الرياض وواشنطن ولا يوجد فرصة لبلينكين أن يذهب إلى المملكة لثلاثة أيام لتخفيف التوتر من الجيد أنه ذهب وانخرط في مناقشات جادة مواقف الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة موجودة في هذه المنطقة لتبقى وما زلنا نسثمر بعمق في الشراكة معكم جميعا لبناء مستقبل أكثر إشراقا للشرق الأوسط وبالفعل فإن مجلس التعاون الخليجي هو في صميم رؤيتنا لشرق أوسط أكثر استقرارا وأمنا وازدهارا وتكاملا نعمل معا على التوصل إلى حل دائم للصراع في اليمن ونواصل مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار ونكافح الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وحول العالم ونحن مصممون على إيجاد حل سياسي في سوريا يلب تطلعات شعبها كما نواصل الضغط لإسكاث البنادق في السودان ومساعدة الشعب السوداني على تحقيق مطالبه بالانتقال إلى الدموقراطية كما نتشارك الالتزام بخفض التوترات الإسرائيلية الفلسطينية والحفاظ على أفق من الأمل والعمل من أجل حل الدولتين ونحن نتعاون أيضا مع دول في المنطقة لتوسيع وتعميق تطبيع العلاقات مع إسرائيل ما حدث بين السعودية وإيران هو انفراج في العلاقات وليس مصالحة أو تقاربا لم يكن الأمر مفاجئا لنا لأننا ظللنا على تواصل مع المسؤولين السعوديين على مدار سنتين لدعمهم للتواصل إلى وسيلة للتواصل الدبلوماسي مع إيران بغية خفض التهديدات التي تشكلها بشكل مباشر أو عبر وكلائها الصين لم ترعى الاتفاق بين السعودية وإيران ولكنها احتضنت التوقيع عليه فقط إذا كان فتح سفارة إيرانية في الرياض سيقاللنا التوتر وسيقود إلى خفض السلوك الإيراني المزعز على الاستقرار مثل اعتراض صفن الشحن على غرار ما حاول الإيرانيون فعله خلال الأيام الماضية في مضيق هرموز فإن ذلك كله أمر إيجابي طبيعة علاقتنا مع السعودية تمكننا من الحديث بشكل مباشر طيلة الوقت عن القضايا التي نختلف بشأنها لكن تركيزنا ينصب على المستقبل جورجو كنت قد ذكرت قبل قليل أن هذه الزيارة لم تحل الخلافات القائمة بين السعودية والولايات المتحدة ولم تحقق تقدما ولكن الوزير بلينكين يقول كان لدينا اختلاف في وجهة النظر مع السعودية في أكتوبر بشأن قرار أوبيك بلاس لكنني أعتقد أن ما نراه هو تقارب متزايد في شراكتنا للتقدم في القضايا ذات الاهتمام المشترك يعني يقر بأن الخلافة كان موجودا ولكن اليوم هناك تقارب كبير مع السعودية ما رأيك؟ نعم بالتأكيد هناك مجالات الولايات المتحدة والسعودية تتعاونان فيها عن كثب مثلا الأزمة المستمرة في السودان بعد اندلاع النزاع في منتصف إبريل إدارة بايدن توجهت إلى السعودية والإمارات لتنسيق الرد أيضا عندما يتعلق الأمر باليمن الولايات المتحدة والسعوديون يعملون عن كثب سويا ولكن عندما ننظر على الموقف في سوريا المملكة كانت تعمل لتأهيل حكومة الأسد أو إعادة تأهيلها ورأينا الأسد يخاطب القمة العربية ورأينا أمثلة عديدة نزاع أوكرانيا العلاقات مع الصين هناك الكثير من القضايا الدولتان لا تتوافقان فيها ديفيد برأيك هل هناك فعلا تقارب متزايد مع المملكة كما قال الوزير بلينكين لا لا أظن ذلك أعتقد أن الإدارة تبقى محبطة في موضوع النفط وأوبك بلس وخصصا موضوع روسيا أيضا كما استمعنا هناك خلافات حول موضوع أوكرانيا بشكل عام والسوريا على وجه التحديد كما رأينا منذ عدة شهور مع التقارب بين إيران والسعودية وأيضا التحرك باتجاه سوريا رئيس السياي بيل بيرن ذهب إلى المملكة عبارة السعودية وقال أن الوزير المتحدة كانت لا تدري بما حدث على رغم أننا الشركاء لم يكن لدينا بوقوع هذه الأمور جورجو تزامن زيارة الوزير بلينكين إلى السعودية مع إعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض وفي وقت استقبلت فيه المملكة أيضا الرئيس الفينزويلي مادورو وهو خصم للولايات المتحدة وخاضع للعقوبات برأيك هل هذه الخطوات كانت بالصدفة أم متعمدة وما هي الرسائل التي وصلت إلى واشنطن من خلال هذين النشاطين أو الحدثين أعتقد أن الرسالة التي كانت السعودية ترسلها إلى الولايات المتحدة لفترة وهي أن السياسة السعودية تهتم بالمصالح السعودية وعندما يرى السعوديون التعاون مع الدول الغربية والانضمام إلى المبادرات الغربية كشيء يعزز سياساتها فلا بأس ولكن عندما يتعلق الأمر بالتعاون مع الصين ولاعبين آخرين مثل فينزويلا فإنهم يفعلون ما يرون أنه في مصلحتهم القومية الرسالة لا يسعون إلى موافقة من واشنطن قبل الانخراط مع دول مثل الصين فينزويلا أو حتى إيران هذه رسالة تتعلق بالسعودية وأنها دولة ذات سيادة ولها الحق في أن تكون لها سياستها الخارجية المستقلة ديفيد ما رأيك بهذين الحدثين وأي انطباع يتركان عند الخارجية برأيك؟ هذا يذكرني عندما كنت مساعدة وزير خارجية عندما أذهب إلى العراق وأقابل مع فلاح الفياض وكنت أعلم أنه قبل يوم من زيارتي هناك قاسم سليماني كان أجلس في نفس الكرسي الذي كنت وأجلس فيه هذا أمر لا يدل على صداقة كبيرة ويشير ليس فقط إلى حالة العلاقات الحالية ولكن أيضا والأهم يشير إلى أن السعودية تزداد ثقة كلاعب في السياسة الخارجية والسياسة الداخلية أيضا والولايات المتحدة لابد أن تغير الطريقة التي تتعامل معها مع السعودية لا يمكن أن نفرض عليهم أشياء مواقف أعضاء الكونغرس الأمريكي السناتر الجمهوري جيم ريش على مدى ثمانين عاما كانت المملكة العربية السعودية شريكا مهما في تعزيز الأمن والمصالح الاقتصادية المشتركة لقد تأخر كثيرا تعاون إدارة بايدن مع المملكة أن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل سيكون تطورا جوهريا من نواحي عدة وسيكون تأكيدا للانفراج في العلاقات بين البلدين منذ سنوات ويجب أن يكون انخراطنا نشطا لتحقيق هذا التطبيع أشارت التقارير إلى كون السعودية لديها شروط في هذا الجانب من بينها أن توفر الولايات المتحدة ضمانات أمنية للسعودية إن أي ضمانات في مجال الأمن أو الدفاع تقدمها الإدارة بهذا الشأن يجب أن تعرض على الكونغرس للتصديق عليها أعتقد أننا كلنا تفاجأنا من الاتفاق السعودي الإيراني الذي رعته الصين يبدو الأمر وكأننا ضغطنا أكثر من اللازم على السعوديين لتحسين سلوكهم في قضايا عدة مثل حقوق الإنسان ما دفعهم لتعديل رهاناتهم الجيوسياسية عبر مد يد الصداقة أو الشراكة نحو الصينيين بغض النظر عن الأمل بأن يسهم الاتفاق السعودي الإيراني في خفض التوتر في المنطقة لكن من الناحية الدبلوماسية يبدو الأمر كنجاح للصين ديفيد برأيك هل تأخر فعلا أو تأخرت فعلا إدارة بايدن في التعاون مع السعودية كما يقول السيناتور ريش نعم مائة في المائة استغرق الأمر عاماً حسب ما ذكرت إدارة للتعامل مع محمد بن سلمان استغرق الأمر عاماً في عدم التوصل إلى علاقات وثيقة مع مملكة العربية السعودية ولكن أيضاً في محاولة معاقبة المملكة العربية السعودية وتخطي ولي العاد هذا كان أمر أدى نتائج عكسية أنا لا أقول أن الولايات المتحدة يجب أن تبيع الـ F-35 للمملكة العربية السعودية ولكن هذا شريك هام ولو وضعنا في سياق الألاقات في سياق المنطقة حقوق الإنسان في ملكة العربية السعودية هي ليست أسوأ من حقوق الإنسان في مصر وأن نعطي مصر أكثر من مليار دولار سنوياً جورجو يعني برأيك هل التعاون الذي يحصل الآن بين إدارة بايدن والسعودية جاء متأخراً بحسب كلام السنة الرش أنا بالتأكيد أعتقد أن الإدارة واجهت مشاكل نتيجة لحديث بايدن في الحملة الانتخابية في نوفمبر 2019 عندما وصف السعودية بدولة تستحق صفة المنبوذ الديمقراطيون صوتوا في الانتخابات الأولية والمشكلة أنه بعد أن أصبح بايدن رئيساً وقرر اعتماد سياسة عملية السعوديون واجهوا بعض الضيق من هذه اللغة التي استخدمها الرئيس بايدن ولن يكون من السهل التغلب على ما حدث طالما أن بايدن في الرئاسة سنواجه هذه المشكلة وإما هذه اللغة المنبوذة لم تحدث فقط أثناء الحملة الانتخابية بل حدثت بشكل متكرر في العام الأول أو العام ونصف الأول من عمر الإدارة بعد شخص مثل هوميكس أمس هوكستين وبريكت ماجورك ذهب إلى السعودية للحديث معهم حول زيادة إنتاج النفط فهذا كان أمر مستمر لغة مستمرة كانت لها تأثير كبير طيب حول رعاية الصين للاتفاق بين السعودية وإيران قال الوزير بلينكين أن أي دولة يمكنها أن تلعب دوراً إيجابياً في دفع السلام في المنطقة وتخفيف التوتر بما فيها الصين فهذا أمر إيجابي في حين أن وزير الخارجية السعودي اعتبر الصين شريكاً اقتصادياً مهماً للمنطقة والولايات المتحدة شريكاً أمنياً قوياً كيف تنظر جورجو إلى المقاربتين السعودية والأمريكية للدور الصيني؟ أعتقد أن القيادة السعودية ترفض هذه الفكرة أن المملكة عليها أن تختار بين الشرق والغرب الرياض تريد العمل مع الصين في مجالات عديدة وتريد في نفس الوقت أن تعمق علاقاتها مع الولايات المتحدة ولا تنظر إلى هذا على أنها معادلة صفرية هنا في واشنطن حيث وجهة النظر هي معادلة صفرية وأعتقد أن هناك تصور متنامن في السعودية أن الصين دولة من السهل أو من الأسهل العمل معها أكثر من أمريكا موضوع حقوق الإنسان أثير وبالتأكيد الصين لا تثيره والقيادة في السعودية تقدر ذلك هناك عامل آخر يجعل من الصعب على الولايات المتحدة أن تنافس الصين ديفيد هناك نظرتان مختلفتان الوزير بلينكين يرى أن دور الصين إيجابي في حال سهمت في تخفيف التوتر في المنطقة ولكن السعودية ترى فيها شريكا اقتصاديا قويا وترى في الولايات المتحدة شريكا أمنيا يعني لم تعد الولايات المتحدة الشريك المطلق للسعودية ودول الخليج ما رأيك بهذه المقاربة؟ المملكة العربية السعودية من الواضح ستكون لديها علاقات قوية مع الصين أنها أكبر تجير شريك تجاري الصين ليست في وضع يسمح لها بدور أمني واسع كما فعلت الولايات المتحدة حتى الآن نعم بالطبع قد يستطيعون فعل ذلك فيما بعد ولكن النقطة الهامة هنا هو أن الولايات المتحدة على عكس ما يظنه الكثيرون لا تحاول أن تجعل الناس تختار ولكن إذا أردت أن تكون لديك علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة لا يمكن أن يكون لديك مثلا شبكة 5G واوي من الصين الصين وهذا يؤثر على نوعية التعاون مع الدول هذا ليس خيار في النهاية الصين أكثر جاذبية لهذه الدول لا يوجد شك في ذلك لا يوجد قيم في السياسة الخارجية الصينية ويمكن أن تقوم بقتل المسلمين الإيجور ولا أحد سيقول شيء فيما عدى الولايات المتحدة بعد الفاصل قراءة سعودية للعلاقات مع أمريكا مع الباحث السعودي فواز كاسب العنزي من الرياض كديد وينضم إلينا من الرياض عبر سكايب الباحث السعودي في شؤون استراتيجية والأمنية فواز كاسب العنزي أهلا بك أستاذ فواز كيف كان وقع زيارة الوزير بلينكين إلى السعودية والاجتماعات التي عقدها مع القادة السعوديين على العلاقات الأمريكية السعودية وهل برأيك عادت المياه إلى مجاريها الطبيعية بين البلدين أستاذ فواز يبدو أن هناك عطل في الصوت سنحاول إصلاح هذا العطل ونعود إليك قبل أن نتابع مع الضيف من السعودية سنتوقف عند أبرز ما قالته الصحافة الأمريكية بشأن العلاقات الأمريكية السعودية افتتاحية صحيفة وول سريت جورنال انتقام المنبوذ السعودي تبدأ الافتتاحية بالتساؤل هل يتصيد ولي العهد السعودي الرئيس بايدن؟ وتضيف أن السعودية خفضت مؤخراً انتاجها النفطي لرفع أسعار هذه السلعة وأعلنت ليف غولف المدعومة من السعودية اندماجها مع جولة المحترفين للغولف وتسمي الصحيفة ذلك انتقاماً من من وعد بايدن يوماً بعزله ونبذه أي محمد بن سلمان فمنذ ذلك الحين بدأ ولي العهد السعودي الرد على بايدن مرة تلو الأخرى سياسياً من خلال تقربه مع الصين وروسيا وإيران واقتصادياً من خلال سوق النفط وشراء النفوذ في الغرب عن طريق صندوق الثروة السعودي وتختم الافتتاحية بدعوة بايدن لإصلاح الأمور مع السعودية يكشف تقرير جون هاتسن في صحيفة واشنطن بوست عن محتوى وثيقة استخباراتية أمريكية مسربة تتحدث عن تهديد ولي العهد السعودي بقطع العلاقات مع الإدارة الأمريكية والانتقام اقتصادياً بشكل كبير من واشنطن إذا نفذ الرئيس بايدن وعده بفرض عواقب على السعودية جراء قرارها خفض انتاج النفط في خريف عام 2022 ونفى متحدث باسم مجلس الأمن القومي للصحيفة علم الإدارة الأمريكية بالتهديدات السعودية هل يستحق التطبيع بين السعودية وإسرائيل العناء؟ يرى الكاتبان أن زيارة بلينكين وقبلها زيارة سوليفن تؤكدان حرص إدارة بايدن على العلاقة مع الرياض والسعي للتصالح معها واختبار مدى إمكانية تحقيق تطبيع بين السعودية وإسرائيل هذا الهدف الأخير يظل طموحا وإنجازا مهما ولكن ليس بنفس القدر الذي يعتقده الكثيرون بنظر الكاتبان ويبقى التطبيع رهنا باستجابة واشنطن لمطالبة السعودية بضمانات أمريكية لتوفير الأمن لها ومساعدة المملكة على تطوير بنية تحتية نووية لأغراض مدنية ورغم أهمية التطبيع السعودي الإسرائيلي يشدد الكاتبان على التفكير جيدا قبل منح أي ضمانات أمريكية تقدم لنظام قمعي لم يتوانى عن التقارب مع روسيا والصين توماس فريدمان في نيويورك تايمز من تل أبيب إلى الرياض يقول الكاتب إن أهم حلفتين لأمريكا في الشرق الأوسط إسرائيل والسعودية تشهدان تطورات داخلية هائلة فإسرائيل تشهد موجة جديدة لتثبيت ديمقراطيتها والسعودية تعيش تحديثا جدريا وعلى أمريكا ألا تكون بعيدة عن مواكبة هذا التطور برأي فريدمان الذي يدعو الرئيس بايدن إلى الاستثمار بقوة وجدية في التقارب بين إسرائيل والسعودية وصولا إلى السلام بين البلدين وذلك عبر البدء فورا بالعمل مع نتنياهو على مسألة حل الدولتين وأهمال نهج إدارة بايدن المتحفظ والغير المسؤول تجاه السعودية وتحديدا تجاه محمد بن سلمان ويختم فريدمان بالقول إنها لحظة الولايات المتحدة لكي تعمل على تحقيق السلام بين السعودية وإسرائيل لأن الدولتين تريدان بعضهما الآن وواشنطن تريدهما معا نعود إلى ضيفنا في الرياض عبر سكايب الباحث السعودي في شؤون استراتيجية والأمنية فواز كاسب العنزي أهلا بك من جديد أستاذ فواز كنت قد سألتك قبل قليل عن وقع زيارة الوزير بلينكين إلى المملكة وهل عادت العلاقات بين أمريكا والسعودية إلى طبيعتها الطبيعية وسارة المياه من جديد في شرين هذه العلاقات في البداية تحية طيبة لك أستاذي ولضيوفك في الاستوديو ولجميع المشاهدين أهلا بك في الحقيقة تأتي مثل هذه الزيارة لتعزيز الشراكة وأيضا تمكين العقاة بين الدولتين الصديقتين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية دعني أستاذي أن ألقي الضوء بشكل سريع على تاريخ هذه العلاقة هي لها ثمان عقود ومن خلال هذه الثمان عقود هي مرت بفترات مثل هذه الفترات من توتر ومن ابتعاد ولبثت قليلا ثم عادت مرة أخرى ها هو الآن التاريخ يعد بنفسه ويكون هناك فجوة وتوتر بين البلدين ولكن الآن من خلال هذه الزيارة ومن خلال أيضا تغيير الخطاب الذي سمعناه من وزير الخارجية الأمريكي هناك توافق وهناك أيضا تقارب كثير جدا ونحن أبناء المنطقة في المملكة العربية السعودية نتفائل كثيرا في مثل هذه الزيارات والتي تأتي من وزير الخارجية الأمريكي وقبله كان المستشار الأمني الذي قام بزيارة للمملكة العربية السعودية في الحقيقة أتت هذه الزيارة لترميم العلاقة التي مر عليها عقدين من التوتر ويبدو لي بأن هناك تعرضات في المصدر عامين من التوتر نعم طيب هناك نقطة لافتة كانت في المؤتمر السحفي الذي عقده الوزيران بلينكين وبن فرحان حيث قال وزير الخارجية السعودي أن هناك خلافات بين الجانبين بشأن البرنامج النووي السعودي على ماذا يتركز هذا الخلاف وماذا تريد السعودية من أمريكا بهذا الخصوص في الحقيقة الخلاف لم يكن عن البرنامج النووي البرنامج النووي عندما نتحدث عن هذا الملف فالمملكة العربية السعودية لها الحق الشرعي وجميع الدول في العالم لها الحق الشرعي في بناء مفاعلات نووية سلمية تخدم المنطقة وتخدم أيضا الأقليم في المجالات الاقتصادية ومجالات الطاقة ومجالات الزراعة ومجالات الطبية لكن الخلاف ليس فقط على البرنامج النووي إنما الخلاف على موضوع السياسة الاقتصادية لمنظمة أوبك بلس وزيادة الإنتاج وتقليص الإنتاج مما أزعج الولايات المتحدة الأمريكية وذلك كانت تملع وكانت تتوقع من المملكة العربية السعودية أن تتحيز أن يكون حيازا إلى الكتلة الغربية ولكن المملكة العربية السعودية هي وقفت في الحقيقة على عتبة وعلى مصدرة متساوية من جميع الدول سواء كانوا دول مصدرة أو دول مستوردة لمثل هذه السلعة والتي تعتبر السلعة الاستراتيجية تقف خلف التنمية الاقتصادية لجميع الدول عن حقوق الإنسان سيد فواز قال الوزير بلينكين أنه يمكن تعميق الشراكة بين البلدين من خلال التقدم في هذا المجال في حين أكد الوزير بن فرحان أن السعودية لا تستجيب للضغوطات وأنها تقوم بما يخدم مصلحة شعبها إلى أي مدى يشكل هذا الملف ملف حقوق الإنسان عائقا أمام تطوير العلاقات الأمريكية السعودية في حين أنه هو مدخل أساسي للعلاقات الصينية السعودية بحيث أن الصين لا تهتم بهذا الشأن في الحقيقة الصين هي تهتم في جانب الاقتصادي والجانب للتنمية ولكن الولايات المتحدة الأمريكية هي لديها كثير من الملفات التي تضغط على بعض الدول ويأتي ملف حقوق الإنسان هي إحدى الملفات يبدو لي بأن هذا الملف لم يعد له جودة أو فعال سياسية للضغط على المملكة العربية السعودية المتابع لسياسة المملكة العربية السعودية الداخلية منذ ستة سنوات ومنذ إعلان رؤية المملكة عشرين ثلاثين بأن هناك صلاحات وهناك أيضا كثيرا من التغيرات التي حدثت على البستوى المحلي والاجتماعي والثقافي وحيث يأتي ملف المرأة وتمكين المرأة وتمكين الشباب إحدى هذه الملفات التي رهنت عليها المملكة العربية السعودية وعندما نتحدث عن موضوع الملف لحقوق الإنسان استاذي حقوق الإنسان هي ذلك الملف الوسيع الذي له مفهوم شامل لا يكتصر فقط على موضوع المرأة وحقوق المرأة وأنما على جميع الفئات كبار السن والشباب وأيضا أصحاب الإعاقة والمتابع لسياسة المملكة ورؤيتها عشرين ثلاثين هي جعلت كثيرا من الأهداف التي تخدم هذه الرؤية لتمكين الشباب وتمكين المرأة وأعطى جميع الفئات والشرائح في المجتمع المملكة العربية السعودية وأيضا أعطى الحقوق للعمال في المملكة العربية السعودية والسواح والزوار أيضا على أرض المملكة العربية السعودية من هذا الجاهل سؤال الأخير أستاذ فواز المحادثات الأمريكية السعودية شملت مسألة تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل هل تقترب السعودية من التطبيع مع إسرائيل رغم ربطها هذا الأمر بتقدم حل الدولتين وهل التقارب والتطبيع مع إيران يساعد السعودية في تحقيق التقارب مع إسرائيل وفي الحقيقة القارئة لسياسة المملكة العربية السعودية سياسة الخارجية هي الآن تبحث عن التعايش وتبحث أيضا عن جميع المجالات الدبلوماسية والسياسية لتحقيق الأمن والسلم في المنطقة الشرق الأوسط ويأتي الاتفاقية السعودية الإيرانية في وجود المضلة الصينية هي مؤشر كبير جدا بأن المملكة العربية السعودية هي تدفع بسياساتها الخارجية لموضوع الأمن والسلم من خلال السلام نأتي إلى موضوع التطبيع مع الجانب الإسرائيلي المملكة العربية السعودية منذ إعلان مبادرتها والتي تبنتها جامعة الدول العربية بأن تكون هناك دولتين على أراضي فلسطينية وأن تضمن أيضا حقوق الأخوة اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم إلى أراضيهم وكذلك وقف تمدد المستوطنات الإسرائيلية يبدو لي بأن المملكة العربية السعودية من خلال هذه السياسة الخارجية وأنا أستادي المملكة العربية السعودية هي تقود العالم الإسلامي وتقود العالم العربي وبالتالي هذه القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والقضية الرأسية ولن تتنازل عنها المملكة العربية السعودية أنا أعتقد أن الجهود الأمريكية هي مربوطة بالأمن القومي الإسرائيلي وبالتالي هذه مثل الأهداف السياسية الخارجية لها نعكاساتها على الانتخابات المقبلة الأمريكية طيب فواز كاسب لعنيزي الباحث السعودي في شؤون استراتيجية والأمنية من الرياض شكرا جزيلا لك قبل أن نذهب إلى محطة التطبيع بين السعودية وإسرائيل ديفيد برأيك لماذا تتحفظ الولايات المتحدة على البرنامج النووي السعودي وماذا لو حصلت روسيا أو الصين على صفقة هذا البرنامج من المملكة بالطبع سيكون من الأفضل لو الولايات المتحدة تقدم تكنولوجيا للسعوديين وزير الخارجية السعودي قال بنفسه أنهم يفضلون أن يكون هناك تكنولوجيا أمريكية ولكن الموضوع الأعام هو أنه كلما كان هناك دول أكثر تفعل ذلك بدون إشراف في عملية التخصيب كلما يكون هناك عدم تنظيم ومزيد من الدول ستتجه نحو السلاح النووي المشكلة الأساسية هي أن الدمب الأصلي كان الاتفاق النووي الأمريكي أو الإيراني الذي إدارة أوباما وافقت على التخصيب الإيراني وقالت لكل أعداء إيران وخصومها أنه لا يمكنكم التخصيب إذن لا يوجد دولة باستثناء الإمارات تتوافق على هذا في المستقبل جورجو ما رأيك بملف البرنامج النووي السعودي وهل يجب على أمريكا أن تقدم على مساعدة السعودية على الحصول على هذا البرنامج كي لا تذهب المملكة إلى روسيا والصين هذا سؤال جيد من الواضح أنه يمس قلب هواجس الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشأن انتشار الأسلح النووية في الشرق الأوسط وهي منطقة متقلبة أعتقد أننا لو أردنا أن نكون متفائلين وننظر على الاتفاق بين أمريكا والإمارات وهذا شيء المسؤولون الأمريكيون يمكنهم أن يدفعوا باتجاهي مع السعودية وربما سيكون من الصعب نرى هذا واقعيا كشيء تريده واشنطن بالطبع هناك هواجس هناك صوت لروسيا والصين هنا طيب بعد الفاصل قراءة إسرائيلية للتطبيع مع السعودية والمساعي الأمريكية مع الدبلوماسي الإسرائيلي السابق مايكل هراري أهلا بكم من جديد إلى عاصمة القرار ينضم إلينا من تل أبيب عبر سكايب الدبلوماسي الإسرائيلي السابق مايكل هراري أهلا بك سيد مايكل بعد زيارته للسعودية أجرى وزير الخارجية الأمريكي اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي وناقش توسيع نطاق اندماج إسرائيل في المنطقة من خلال التطبيع مع دولها وأبرزها السعودية هل من تقدم برأيك حصل على هذا الصعيد بعد هذه الزيارة الأخيرة وزيارة جيك ساليفان الأخيرة شكرا جزيلا لهذا السؤال أعتقد أنه في إسرائيل التطبيع المحتمل بين إسرائيل والسعودية هو موضوع أساسي وهو مهم لإسرائيل وأيضا تم التأكيد عليه من قبل رئيس الوزراء نتنياهو قبل وبعد الانتخابات من المنظور الإسرائيلي أعتقد أنه لو كان هناك احتمال لتطبيع العلاقات مع السعودية فهذا ينظر إليه على أنه أحد أهم التطورات وينافس التوقيع على اتفاقيات إبراهيم الحكومة تعتقد أن هذا سيساعد الحكومة وفي حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني علينا أن ندرك أن هناك ثلاثة لاعبين أساسيين وهم السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل من المنظور السعودي إذا سمحتم لي السياسة الخارجية السعودية في السنوات الأخيرة كانت تقود بشكل درامي التطورات المهمة في المنطقة وأعتقد أن السعودية تريد من إسرائيل إذا اتجهت نحو التطبيع تريد شيئا في الموضوع الفلسطيني ليس بالضرورة اتفاق نهائي وإنما تقدم حل الدولتين كما قال السعوديون هل إسرائيل تستطيع ذلك؟ هناك تساؤلات أعتقد أنها تريد من إسرائيل إقناع واشنطن أن تساعدها فيما تريده من الولايات المتحدة بالنسبة لواشنطن هناك الكثير من التساؤلات بشأن توقعات السعودية أو مطالب السعودية أعتقد أن هناك تقدم في هذا المجال ولكن لا يزال هناك الكثير من القضايا المفتوحة والتي تحتاج إلى المزيد من النقاش في الواقع سيد مايكل سألت بعض الأسئلة التي كنت أريد أو كنت أريد أن أسألك عنها مثل مسألة حل الدولتين يعني هناك توافق سعودي أمريكي على دفع حل الدولتين من أجل تحقيق تقدم على المسار السعودي الإسرائيلي هل حكومة نتنياهو مستعدة لتقديم تنازلات أو للمضي قدما بهذا الحل من أجل تسريع التطبيع مع المملكة هذا سؤال مهم جدا أعتقد أن نتنياهو يريد إلى حد كبير وسيكون مستعدا لإعطاء تقدم جوهري من أجل الحصول إلى التطبيع مع السعودية أنا غير متأكد أن ما تتوقعه السعودية هو شيء يمكن لنتنياهو إعطائه ليس فقط لتركيبة هذه الحكومة الحالية التي لا تسمح لنتنياهو أن يمضي قدما في موضوع التقدم الجوهري ولكن هناك سؤال كبير هل إسرائيل أو هل رئيس الوزراء نتنياهو قادر على إعطاء تقدم جوهري لتمكين شيء من هذا القبيل أنا غير متأكد أو على الأقل هذا يتطلب الكثير من المناقشات العميقة لتحليل ما يمكن عمله وما لا يمكن ولكن هذه الورقة تشكل ورقة ضغط مهمة على نتنياهو من قبل واشنطن وإسرائيل التطبيع مع السعودية مقابل الدفع نحو حل الدولتين برأيك هل أن هناك وسيط آخر غير الولايات المتحدة بين السعودية وإسرائيل وماذا عن التقارير حول اتصالات جرت بين نتنياهو ووزير الخارجية الإسرائيلي مع ولي العهد السعودي قبل فترة عبر الهاتف لا أعرف الكثير عن هذا ولكن واضح أنه كانت هناك وستكون هناك اتصالات مباشرة وغير مباشرة بين إسرائيل والسعودية بالنسبة للتوقعات من نتنياهو من جانب السعودية ومن جانب واشنطن نتنياهو لا يمكن أن يحرز تقدم جوهري في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني مع حكومته الحالية هل هو قادر على المضي قدما وتغيير تحالفه الحكومي هناك تساؤلات هل يمكنه ذلك هناك تساؤلات أو علامات استفهام؟ أيضا نأخذ بعين الاعتبار العلاقات بين إسرائيل وواشنطن هذه الأيام وهي ليست مثالية على الرغم من أن التطبيع مع السعودية يفيد المصالح الأمريكية وجهة نظري حاليا هناك الكثير من علامات الاستفهام وهناك صعوبات أمام تحقيق هذا الاتفاق أنا لا أقول أنه مستحيل ولكنه يحتاج إلى الكثير من النقاش والجهود وأيضا قرارات صعبة من إسرائيل والأمريكيين مايكل هراري الدبلوماسي الإسرائيلي السابق من تل أبيب شكرا جزيلا لك جورجو هل تتوقع تحقيق تقدم أو خطوات على صعيد التطبيع بين إسرائيل والسعودية وهل واشنطن مستعدة لتقديم ضمانات أمنية ونووية للسعودية لدفعها نحو التطبيع وإجبار نتنياهو على تقديم تنازلات في حل الدولتين السعودية لديها عقد من الزمن من العلاقات غير الرسمية مع إسرائيل وهذه ستتعمق في السنوات القادمة خاصة مع التحول الاقتصادي السعودي عندما ننظر على مشروع نيوم أعتقد أن إسرائيل ستلعب دورا في هذا المشروع ولكن دخول رسمي في اتفاقيات إبراهيم لا بالتأكيد لا أعتقد أن هذا سيحدث وبكل بساطة من منظور الحكومة السعودية هذا لن يحدث مقابل المخاطر وتكلفة التطبيع مع إسرائيل هذه تزيد عن أي فوائد للسعودية بالنسبة للحكومة الحالية في إسرائيل ستكون من الخطر أن تطبع مع إسرائيل ما رأيك ديفيد على هذا المسار هل يمكن تحقيق تقدم وهل في نفس الوقت يشكل التطبيع بين السعودية وإسرائيل ورقة ضغط تستخدمها الولايات المتحدة لتحقيق تقدم على مسار الفلسطينيين الإسرائيليين أعتقد أن هناك قدر كبير من التعاون أنهم يجتمعون تحت قيادة الوسطى سينكوم هناك طلعات جوية هناك زيارات متبادئة أو موجودة وأيضاً رياضيين يشاركون في مملكة العبيد السعودية من إسرائيل هذا ليس نفوذ منطقة نفوذ المتحد الرئيس لا يستطيع أن يلتزم بشيء لابد أن يوافق عليها الكونغرس وهو الضمانات الأمنية الرئيس ليس لدي أي مصداقية مع السعودين وهذا يعود بي إلى النقطة الثانية ما ذكره لم يذكره هراري هو أن محمد بن سلمان هذا ليس شيء سيعطيه كهدية للرئيس بايدن بسبب وجود الشخصنا بين الشخصين وهذا أيضاً ليس أمر محمد بن سلمان سيفعله بينما الملك سلمان على قائد الحلال لأنه ينتمي إلى القوميين العرب الذين يؤمنون بالفلسطينيين أولاً يعني لا تطبيع في عهد بايدن وقبل تحقيق تقدم في حل الدولتين نعم سيكون لك تطبيع هادئ بدون اتفاق كبير وسيكون هناك بعض الضغط على الإسرائيليين للتحرك على الأقل في نوع من التقدم أو وعد بالتقدم مع الفلسطينيين طيب رأي الخبراء والمحللين الأمريكيين عبر تويتر نورمين رول كاتب ومحلل سياسي أمريكي إن سفر الوزير بلينكين إلى المملكة العربية السعودية هو دليل ملموس على التزام الولايات المتحدة بأمن دول مجلس التعاون الخليجي وبالتنمية الكثير من العمل وراء هذه الرحلة من قبل الدبلوماسيين من جميع الأطراف الكثير من القضايا تقنية اتصالات جي سيكس التعاون الفضائي تطوير البنية التحتية الإقليمية السودان اندماج العراق في دول مجلس التعاون الخليجي العدوان الإيراني عدم صدق الحوثيين في المفاوضات مبيعات الأسلحة الحرب الروسية في أوكرانيا العلاقات مع إسرائيل حقوق الإنسان والقائمة طويلة لكن هذا يؤكد الأهمية استراتيجية للعلاقات بين البلدين كينيث روث مدير تنفيذي سابق لهيومن رايتس واتش بحسب ما ورد فقد أثار بلينكين قضايا حقوق الإنسان مع ولي العهد السعودي على مستوى واسع وكذلك فيما يتعلق بحالات محددة كما تقول الولايات المتحدة هذا جيد لكن الشعب السعودي استحق معرفة التفاصيل الاستدعاء الفارغ لحقوق الإنسان لا يكفي شبلي تلحمي أستاذ في جامعة ميرليند أمام إيباك قال بلينكين إن أي تطبيع إسرائيلي سعودي يجب أن لا يكون على حساب الفلسطينيين لكن فعليا تتصرف إدارة بايدن وكأنه لا علاقة بين الأمرين دينيس روس منسق عملية السلام في شرق الأوسط سابقا قبل شهر استولت إيران على ناقلتين نفط والآن أعلن أميرال إيراني عن تحالف جديد لتأمين مياه الخليج مكون من إيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين لماذا يبدو هذا الأمر وكأنه نهج مافيا تقول إيران لدول الخليج إن أعمالكم ستكون آمنة طالما أنكم تدفعون لنا أموال الحماية طرحنا على صفحتين حرة وعاصمة القرار على فيسبوك وتويتر السؤال التالي هل تساهم زيارة بلينكين إلى السعودية في تسوية الخلافات بين واشنطن والرياض ولماذا وجاءت الإجابات على فيسبوك على الشكل التالي 45% أجابوا نعم و55% أجابوا لا أما الإجابات على تويتر فكانت على الشكل التالي 42% أجابوا نعم و58% أجابوا لا وأبرز التعليقات التي وردتنا فقد كتب محمد العميري طبعا كلا هناك خلاف بين الرياض وواشنطن في كثير من الملفات منها الملف السوري والطاقة وكذلك تحفظ واشنطن على تطوير برنامج نووي مدني للمملكة وكذلك ملف التطبيع مع إسرائيل الذي تصر المملكة على حل القضية الفلسطينية أولا وكتب حيدر نعم لقد تم حل جزء كبير من الخلاف أما حسن العبادي فقال كلا لأن السعودية الآن في طور الاستقلال عن هيمنة حكام أمريكا ولا يمكنها الرجوع إلى الصفر استغلال موارد السعودية واعتبارها مستعمرة أمريكية تتحكم فيها الحكومات الأمريكية أصبح من الماضي سؤال أخير ديفيد ثم جورجو هناك كلام في المنطقة وشعور أيضا بأن الولايات المتحدة تغادر الشرق الأوسط في حين أن الوزير بلينكين يقول نحن بالتأكيد في المنطقة لنبقى ولن نغادرها هل شعور دول المنطقة في مكانه وهل أن كلام الوزير بلينكين كاف لطمأنة هذه الدول الولايات المتحدة لن تغادر المنطقة هناك وجود دبلوماسي كبير على الرغم من الالتفات أو الالتفات إلى آسيا هناك قواعة منطقة في البحرين وفي الأمارات العربية المتحدة وهناك قوات في الملكة العربية السعودية وفي الأردن وفي كل أنحاء المنطقة الولايات المتحدة لديها وجود وبالتالي نحن لن نغادر ولكن من الواضح أن الشرق الأوسط ليس بنفس قدر الأولوي للولايات المتحدة كما كان في الماضي هناك الصين هناك أوكرانيا هناك روسيا وربما منطقة الشرق الأوسط ثالث أو رابع الأولويات جورجو أنا أتفق عندما تنظر على التواجد العسكري والديبلوماسي الأمريكي انظر على السفارة في لبنان مثلا من الصعب أن نقول أن الولايات المتحدة ستغادر الشرق الأوسط اللاعبون في المنطقة يعتبرون أن الولايات المتحدة قلل التساما بالشرق الأوسط ولا توجد أهمية لدى هؤلاء الأصدقاء جورجو كافيارو رئيس مجموعة دراسة الخليج في واشنطن نشكرك ونشكر أيضا ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق وكبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى هنا تنتهي عاصمة القرار لهذا اليوم تحية طيبة مني ومن فريق العمل وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل